السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن تدريب لاستخدام أداة التعريف باللغة الإنجليزية إذن أدوات التنكير أو ممكن أحيانا لا نضع شيء إذن أضع ذا أو آ أو آن نتدريب في هذا الفيديو على العديد من الحالات لاستخدام آ آن ذا في اللغة الإنجليزية نذكر بشكل سريع عن هذه الأدوات عندنا ذا هي ألة التعريف في اللغة الإنجليزية عندنا آ وآن بمعنى ون بمعنى واحد بمعنى ون بنفس الوقت إذن نكيرا مثلا أدور باب إذن لن أعرف أي باب آن آبل إذن تفاحة إذن لن أعرف التفاحة كبيرة صغيرة لونها أحمر أخضر إذن نكيرا إذن لماذا وضعنا آن؟ لأن الكلمة تبدأ بحرف صوتي آن نستخدمها قبل الكلمات تبدأ بحرف صوتي آي أو يو إي آي أي كلمة تبدأ بحرف صوتي نستخدم قبلها آن مثل عدنا آبل في عدنا الآي نستخدم آن طبعا لا حرف صوتية اللي يحب يحفظهم عدنا أو آي أو إذن حرف إي دائما أي كلمة تبدأ بهذه الحرف الصوتية يعني الاسم نضع قبلها آن مع عد ذلك نستخدم آن بحالة النكيرا مثلا نقول افتح باب ماذا يعني؟ الغرفة مثلا فيها ثلاث أبواب أقصد بها افتح أحد هذه الأبواب إذن غير معروف لكن عندما أقول افتح الباب أقصد بها هناك في الغرفة باب واحد ومعروف أنا وأنت نعرفه بالتالي معرفة إذن معرف لكن هذه الحالة نكيرا يقصد بها افتح أي باب طبعا شرح المشكل المفصل في فيديو سرق الحيب يرجع عليه لكن الآن نأخذ تمارين لتدرب على استخدام هذه الأدوات إذن كما قلنا بهذه التمارين يما نضع آن ذا ما نضع شيء إكس ويجولي أو يجولي عادة أو ننفضها يجولي هاف نتناول أو ممكن نكتب ايت نأكل لنش طعم الغداء أت تو بي ام في الساعة الثانية ظهرا هل نقول آ لانش أو آ لانش ذا إكس إذن دائما قبل وجبات الطعام لا نقول أبريكفاست آ لانش آ دينار إذن لا نستخدم شيء إذن إكس إذن ويجولي هاف لانش أت تو بي ام إذن قبل وجبات الطعام لا نضع آدات تنكير أو تعريف بريتش بيبل درينك تي وذ ميلك يعني يشرب البريطانيون الشاي مع الحليب لاحظ بريتش بيبل إذن البريطانيون الناس البريطانيون نتكلم عن البريطانيون بشكل عام بهذه الحالة لا نضع ذا خلاص صار معرفة الوحده بريتش إذن جنسية الجنسية الدائمة اللي نضع قبلها ذا وأيضا بهذه الحالة نتكلم عن البريطانيون بشكل عام إذن لا نضع شيء لا آ ولا آن طبعا آ وآن مستبعدة لماذا؟ لأنه هذه معرفة بنفس الوقت عندنا جنسية قبل الجنسيات لنضع ذا لنقول مثلا I am ذا سبانيش أو إيتاليان إذن هذا خطأ لا نستخدم ذا إذن قبل أجنسيات وأيضا نتكلم بشكل عام إذن لا نستخدم ذا نخلي X يعني ما نضع شيء تصبح بريتش بيبل درينك تي وذ ميلك نلاحظ تي شاي ميلك حليب تي وذ ميلك شاي مع حليب نريد أن نقول شاي بدون حليب بدل عن with نستخدم without تي without ميلك إذن شاي بدون حليب نحفظ with مع أو ب without بدون بهذا الجملة I gave her bunch of flowers when she opened the door إذن أعطيتها باقة زهور عندما فتحت الباب لاحظة بهذا الحال عندما نتكلّع عن شيء أول مرة للمستمع بهذا الحال نستخدم A أو AN بهذا الحال نستخدم A لماذا؟ لأن الكلمة ممتدأ بحرف ساكن عندها نستخدم A bunch of flowers باقة زهور لاحظة استخدمنا OF باقة من الزهور إذن نسميها genitive إذن نسميها المضاف إليه باللغة الإنجليزية إذن A bunch لماذا؟ هالباقة هذه لن نعرفها كبيرة صغيرة إذن نكرة إذن نستخدم A A bunch of flowers when عندما فتحت الباب I gave her a bunch of flowers when she opened the door I like giraffes إذن نحب الزرافات لاحظ جرافة جمع إذن مستبعد نستخدم A و AN أول شيء نكرة وبنفس الوقت تشير إلى one إذن واحد إذن مستبعد لأنه عندنا S الجمع كيف نضع A أو AN ويكون عندنا S الجمع هذا خطأ لكن هنا نتكلم عن نتكلم عن الزرافات بشكل عام لا نضع the I like the giraffes خلص استخدم I like giraffes أحب الزرافات مثل I like cats أحب القطط إذن أي نوع من القطط بشكل عام إذن بدون ذا أو AN إذن X ما نحط شيء I like lions إذن أحب الأسود I like lions إذن نتكلم عن شيء بشكل عام إذن لا نضع أداة تنكير أو تعريف Who is owner of this car من يكون صاحب أو مالك هذه السيارة لاحظ owner مثل عندنا كلمة speak يتكلم عندما نضف er speaker متكلم مثل عندنا كلمة play يلعب نضيف er player لاعب مثل عندنا drive يقود نضيف driver قائد أو ساق السيارة لاحظ بهذا الحال نسأل من مالك هذه السيارة لاحظ هذه السيارة إذن معرفة إذن نستخدم Who is the owner من هو المالك لهذه السيارة Who is the owner of this car من هو مالك هذه السيارة Do you drink milk هل تشرب الحليب هنا نتكلم عن milk اسم جمع لكن غير معدود uncountable plural noun بهذه الحالة إذا كان غير معدود جمع إذن لا نستخدم أداة في هذه الحالة لا نقول Do you drink a milk إذن لماذا أيضا لا نصلا نقول a water a tea لماذا لأنه اسم جمع لكنه غير معدود ولن نضع ذا لنتكلم بشكل عام Do you drink milk هل تشرب الحليب Do you drink tea Do you drink water وهكذا the giraffe is tallest animal on earth الزرافة هي الحيوان الأطول على الأرض إذن بهذا الحالة قبل هذه الصفات المقارنة اللي يحب يرجع عليها درسنا درس مفصل عنها دائما بيكون the بعدين adjective الصفة نضيف لها est إذن بهذا الحالة عدنا الصفة tall مضاف لها est tallest نضع قبلها the the tallest animal إذن نضع the إذن الحيوان الأطول على الأرض I saw man talking to a student in the car park man looked angry شهدت رجلا يتحدث لطالب في موقف السيارات الرجل بدأ غاضبا أو بدأ الرجل غاضبا أو كان الرجل غاضبا I saw a man شهدت رجلا الرجل هذا أول مرة تكلم عنه إذن نكرة I saw a man talking to يتحدث إلى أيضا وضعنا a student طالب أيضا نكرة in the car park نحن نعرف park موقف سيارات وإذن park منتزم in the car park في موقف السيارات بالحالة الأولى وضعنا a الحالة الثانية أصبح الرجل معرفة إذن نضع the عدنا فرص بنقطة في هذا الحالة نبدأ حرف capital letter حرف كبير the man إذن الرجل من هو الرجل بهذه الحالة أصبح الرجل معرفة بالحالة أولى نتكلم عن الرجل نكرة بعدها نتكلم عن الرجل الذي يحدثك عنه إذن استخدم the the man looked angry بدأ الرجل غاضب اللاحظ looked ممكن نستبدلها به was the man was angry كان الرجل غاضب أو نقول the man looked angry نحن نعرف look ينظر looked نظر لكن لا نقول نظر الرجل غاضب إذن بدأ الرجل غاضبا أو نستبدأ بدال looked كما قلنا نستخدم was the man was angry إذن تصفح الجملة I saw a man talking to a student in the car park the man looked angry هذا الشكل نحن ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا عن استخدام أدوات التنكير a and the أو ما أضع أي أدات تنكير في اللغة الإنجليزية منهم التدرب عليها الحب طبعا يرجع تكلمنا فيه فيديو سابق بشكل مفصل يدخل قامة تشغيل أدوات التنكير والمعرفة يشاهد هناك الفيديوهات وهذا فيديو تدريب عليها أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا